ايه اسباب انتشار نزلات البرد اليومين اللي فاتوا دول بشكل كبير وشكل مكسف شايفين يعني اصابات كتير قوي بالإنفلوانس مع تغيير درجات الحرارة ودخول فصل الخريف والشتاء بتزيد طبعا الفيروسات المسببة لأعراض البرد والإنفلوانس الحقيقة احنا عندنا مجموعة كبيرة من الفيروسات المسببة للأعراض دي في عندنا الراينوفيروس والأدنوفيروس الأدنوفيروس ده اصبح معروف دلوقتي لانه كورونا فيروس او الكورونا فاكسين اللي تعمل كان بيتعمل اعتمادا على فيروس الأدنوفيروس كمان الانفلوانزا والبارا انفلوانزا وكورونا فيروس واخيرا بقى هو الفيروس التنفسي المخلاوي اللي بدأ الكلام يزيد عليه في الفترة الأخيرة كل الفيروسات دي بتسبب أعراض شبيهة بأعراض البرد والإنفلوانس اللي هي بيبقى فيها ارتفاع في درجة الخرارة وسائلان الأنف واحتقان الحال وكح لكن أنا عايز أقول أنه فيه كمان بعض المسببات لنفس الأعراض ممكن ما تكونش عن طريق الفيروسات ممكن تكون عن طريق بعض الأدوية وخاصة مثلا الأدوية المناعية اللي احنا بنيديها المرضى اللي بتعاني من أمراض المناعة الذاتية أو ساعات الأورام أو الناس اللي بتعاني من السرطانات وغيره كمان فيه ميكروبات ممكن أنها تسبب أعراض في الجهاز التنفسي علشان كده موضوع الأعراض اللي احنا بنشوفها المسببات لي أكتر من حاجة وطبعا مع دخول فصل الخريف والشتاء بيزيد أن الناس تبقوا متواجدة في أماكن مغلقة وممكن يكون بينهم مصاب وده طبعا بيسبب نقل العدوى لغيره وخاصة في الأماكن اللي فيها تجمعات زي مثلا في المدارس وعلشان كده الأطفال بيبقى فيهم إصابات كتير أو الناس اللي بتبقى متواجدة في أماكن فيها الزحام وممكن تكون غير جيدة التهوية برضو إذا كان في وسطهم مصاب ممكن أنه ينقل العدوى لأن هنا العدوى بتيجي عن طريق الرزاز أو الهواء وبالتالي استنشاق الهواء اللي هو في الفيروس أو المكروب ممكن أنه يسبب إصابات لآخرين